بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال آمين اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب اللهم حقك أمانيه اللهم اجبر بخاطره اللهم سخر له برقات السماوات والأرض وسخر ملكوت السماوات والأرض وسخر له ملائكة السماوات وجنود الأرض واعف عنه يا رب وفرج أمه واقضي دينه وسهل له أموره وسعده في الدنيا والآخرة يا رب العالمين هو وكل من قال آمين يا أرحم الراحمين مشاهدين الكرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بشهر لك من الله سبحانه وتعالى بالعزة والكرامة في الدين والدنيا وبتفريج همومك وقروبك وفتح سبيل الأرزاق لك ولأولادك من بعدك وتيسيرا لجميع أمورك ونجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة فقط أكمل معنا هذه البشارة فهذه البشارة فيها خير كبير لنا ولكم ولجميع المؤمنين إن شاء الله فلا تضيع منها أي دقيقة واحدة وبعد أن تنتهي منها شاركها مع من تحب ولا تبخل عليهم بهذه البشارة العظيمة بإذن الله ولكن قبل ذلك أطلب من حضراتكم أن تعطروا التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن لا تبخلوا علينا بعمل إعجاب لهذا المقطع والاشتراك في القناة فهو لن يكلفك أي شيء ولكنه يعني لنا الدعم الكبير وحتى نصل لأكبر عدد من المسلمين فتؤجر وتعم الفائدة إن شاء الله أما بعد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تحمل لكم بشارة من رب العالمين سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم بتفريج همومك وقروبك وسعادتك في الدنيا والآخرة ونجاتك أنت وأولادك من غضب رب العالمين ولكن عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى إخواتي الكرام أعلم بأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله تعالى ما تتقي به عذابا فلابد أن تعرف بأن التقوى هي الحاجة الأولى من الصيام عيث ذكرة التقوى في الآية التي فرد فيها الصيام فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ففي شهر رمضان تكثر الملهيات والصوارف عن الطعاط فعلى المسلم الصائم أن يتق الله تعالى في قوله وصمعه وبصره وفي مأكله ومشربه لعل الله تعالى يتقبل منه صيامه وقيامه إخواني الكرام أوسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وهو القائل سبحانه وتعالى والتقوى يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فالتقوى يوم الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل واعلموا بأن تقوى الله إذا استكرت فيه القلوب وارتسمت به الأقوال والأعمال أحوال أثمرت من الفضائل والفوائد والثمار ما تصلح به الدنيا والآخرة وما يكحت همم أولي الأبصار إلى سراط العزيز الغفار فاحرسوا يا أخواتي الكرام على تقوى الله تعالى لتعيشوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة واعلموا بأن التقوى هي خير دمانة نحفظ بها أولادنا ومستقبل أبناءنا من بعدنا قال عز من قال ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والتقوى إخواتي الكرام هي الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا إخواتي الكرام بأن التقوى يأجمل لباس يتزين به العبدك قال سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم إخواتي الكرام إن من فوائد التقوى وثمارها إنها سبب لتيسير العسير قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتفريج الكروب وإيجاد المخارج والحلول عند نزول المشكلات وهي سبب لفتح سبيل الرزق قال تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حزبه إن الله بالغ أمره كتجعل الله لكل شيء قدره وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والجنات قال تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم له أجرا إخواتي الكرام فعلى كل من أراد العزة في الدين والدنيا والبركة في الرزق الوقت والعمل فعليه بتقوى الله فإنها من أعظم ما استنزل به الخيرات واستدفعت به المقروهات قال تعالى ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم إخواتي الكرام حتى لا نتيل على حضراتكم في حلقة اليوم فلنا تكملها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل فيها الحديث عن فضائل تقوى الله عز وجل وكيف نكون من المتقين لنكونوا من الفائزين بردوان رب العالمين فانتظرونا في الجزء الثاني من هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول وفيتبعون أحسنه والله تعالى نسأل بأن يزودنا التقوى وأن يغفر لنا زنوبنا وأن يوجهنا للخير أينما توجهنا اللهم إليك توجهنا وبك اعتصمنا اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم به يا رب العالمين إلى هنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة واجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاء وأمننا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون ويقبلون فينعمون وينعمون برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة